اشتركوا في القناة هذه الكلمة المتواضعة تتحدث عن الأيام العشر الأولى من شهر دي الحجة تعرفون رحمكم الله كيف أن الله جل وعلا من رحمته بنا وكرمه علينا أن جعل لنا مواسم للطاعات تربح فيها الحسنات وتعلى فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات وقد قال عليه أفضل الصلاة وأسك السلام إن لربكم عز وجل من أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا وهذه المواسم كثيرة جدا ولكن نقتصر في الحديث اليوم على هذه الأشعور الأشهر الحرم المباركة ولسيما التلاتة المتتابعة دو القعدة ودو الحجة والمحرم وقد جعلها الله سبحانه وتعالى ميدانا للتنافس في الخيرات والتقرب إليه بالقربات والتي أشر الله عز وجل إليها فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وهذا الظلم قد يكون بارتكاب المعاصي ويكون كذلك بترك الطاعات لأن الحسانات فيها مضعفة والمعاصي فيها أعظم من المعصية في غيرها من الشهور والأيام وبالأخص الأخص نقف اليوم عند العشر الأوائل من دي الحجة وهي الأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج عند قول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل دامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة لنعام ومن شرفها أن الله أقسم بها فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر وإنما أقسم بها ربنا لتأكيد فضلها وجلال وجلال قدرها وقد أجمع المفسر وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما أنها العشر الأوائل من ذي الحجة قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا أيام العشر جانب آخر وهو من الأهمية بمكان أنه عندما نعرف مع شراء الإخوة والأخوات جلال قدر هذه الأيام وفضلها وفضل العمل فيها ترى ما هي أمهات الأعمال التي يجب على الإنسان أن يركز عليها في هذه الأيام التي ننتظرها بفارغ الصبر أولا الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين قال في الحديث عنها ما من أيام في مروه ابن عباس وهو في البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء نركز على قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن إذن مطلق العمل الصالح كل عمل صالح نقوم به عند الله في هذه الأيام المباركة فهو عظيم الأجر والتواب ومضاعف لدرجة لا تصور عند ربك جل وعلا الذي يعطي ويغني ولكن لا بأس أن نركز على بعض الأعمال وقبل ذلك نؤكد معشر الإخوة والأخوات كيف أن الإنسان يجب أن يستعد لأن الكثيرين منا يتلكؤون ويسوفون حتى يحضر موسم الطاعات والقربات فيجدون أنفسهم في حيرة فلا يدرون ماذا يقدمون ولا ماذا يؤخرون يجب أن نستعد قبل أن تحضر هذه الأيام بعد قليل بعد أيام قليلة جدا يوم السبت ويوم الأحد إن شاء الله وبالتالي نعد للأمر عدة وننجز من المهام ما يمكن أن يشغلنا في هذه الأيام ننجزه اليوم ونؤجل ما يمكن أن يؤجل إلى ما بعد إلى ما بعد الحج الأكبر يوم الحج الأكبر الذي هو يوم الأضحى عموما من أهم الأعمال أولا الحج ولا شيء يفضله وهو أهم شيء في هذه المناسبة الكريمة لأنها مناسبته وهذه أيامه لمن استطاع إله سبيلا ومن عقد النية على ذلك ثانيا الصيام ورد في حديث أبي داود عن بعض أمهات المؤمنين أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة دي الحجة ومن لم يستطع لذلك سبيلا يقتصر على صوم بعضها ومن عجز عن ذلك فلا يضيع ولا يفوت يوم عرفه فهو كما تعرفون يعديل سنتين من الخير والفضل والتواب أما يوم النحر هو اليوم العاشر فلا يجوز صيامه لا للحاج ولا ولا لغير الحاج ومن ضمن أفضل الأعمال كذلك الإكتار من الذكر ورد في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير ومن أفضل الأعمال في هذه العشر سنة الأضحية وهي قربة سنعود إليها في درس آخر إن شاء الله وهكذا فأبواب الفضل كثيرة تحتاج فقط إلى المشمرين والذين يغتنمون الفرص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على اغتنام فرصة هذه المنحة الإلهية وأن نقوم فيها بما ينبغي من أعمال الخير وأن نجتنب فيها كل الموبقات وكل الشرور وكل الآتام لنفوز برض الله جل وعلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة